موسيقى الله معكم الوضع باوكرانيا لستة تموز يوليو عالفان وثلاثة عشرين حتى الصباح القوات الروسية عم بتشن هجمات كبيرة ببخمت تحديدا شمالا وجنوبا ببرخيفكا قدرت القوات الروسية منذ ساعات الفجر تشن هجوم من اتجاه برخيفكا وياهيدنا نحكى ان الروس دفع القوات الاوكرانية لخلف فصاروا عند المنطقة هذه ولكن بعد ما في شي مؤكد بانتظار انتهاء المعارك او على الاقل تهدأ لحتى نعرف لموسط القوات الروسية طبعا هذا الهجوم عم بيجي من بعد اسبوع طويل وعنيف جدا تعرضت القوات الروسية ببرخيفكا وياهيدنا لهجمات كتير ضخمة قدرت خلال ايام تخرق القوات الاوكرانية ثم عاودت القوات الروسية استعادة المواع وحاليا عم ترجع القوات الروسية تشن هيدا الهجوم وتتعيد السيطرة الى خطوط الاشتباك الاولى اللي كانت من بعد ما سيطرت على مدينة بخموت بكلشيفكا واللي هي الاهم ربما بنظركم لانه المعارك كتير فيها يعني اخذت ضجة اعلامية اليومان ولكن متل ما شايفين اللي متابع معي كان من اسبوع بيعرف المعارك اللي عم تكون كانت قوية ايضا القوات الروسية عم يقول وصلت قوات محمولة جوان الى منطقة كليشيفكا يعني القوات المحمولة جوان الروسية هين عم تشتغل ببرخيفكا وكليشيفكا كمساندة يقوموا بهالوجوم المضاد عم تجرب تخوض معارك عنيفة لتمنع القوات الاوكرانية من المزيد من التقدم وتعزيز المواقع الدفاعية اللي حكيت لكم عنا بالامس لتلكم في موقع اثنان ثلاثة دفاعية هين عم يحموا هالمنخفض هيدا وهين هون صايرين تلال طبعا المعارك عنيفة جدا بعد ايضا ما انتهت بعد المعارك مستمرة لان اطلقوا الهجوم منذ الفجر ولم يتوقف حتى اللحظة فلذلك من ضرب منتظين شو اللي ممكن يصير بهالوقت اللي كان منتصف اللابع منتصف لكن في ضربات روسية على اوكرانيا تحديدا بليف بغرب اوكرانيا كان الضرب فعلا قوي استهدفوا منشأة عسكرية للقوات الاوكرانية ولكن ما باين النتائج حتى اللحظة بكطاع افضايفكا شامل مدينة دوناتس ما في اي شي جديد بعض الامور مثل ما هي ولكن كان في بعض التطورات بجنوب مدينة مارينكا تحديدا بالمنطقة هيدا كان عم ينحكي ان القوات الروسية قدرت تتقدم ثلاثمائة متر ولكن ما تم تحديد الاتجاه بالضغط سواء باتجاه بوب جيدا او باتجاه نوفو او ميخايليفكا طبعا هذه المعارك ما كانت بس بهالمنطقتين الهجوم اوكراني صباحا باتج اي منتصف لها حتى الصباح كان عم بيكون محمد جنوب دوناتس اللواء واحدة تلاتين وستة وتلاتين وتمية وتمية وثمانة وعشرين ايضا بمساندة الطيران كان عم بيجي منطة دانيبرو بالمنطقة هون كان عم بيجي يساعد القوات الاوكرانية اللي مهاجمي باتجاه بريوتني كانت ضغط كتير على بريوتني بالمنطقة هون القوات الاوكرانية حاولت تتقدم بشكل عنيف هذه المرة ولكن كل هذه محاولات التقدم باتجاه بريوتني ما وصلت لنا نتيجة حتى اللحظة في حال بيان اي شي جديد انا بخبركم ايضا بنفس الوقت كان في محاولات اوكرانية للهجوم باتجاه ستارو مايورسك ولكن ايضا كانت عم تبق بالفشل ما قدروا وصلوا لأي نتيجة هذه الهجمات عند من اول المساء وعند منتصف الليل وصباحا فلذلك مشان بس تعرفوا انه الخبر منو قديم وعم نعرضوا اول مرة لا الخبر هذا تالت موجة هجوم عم تتعرض له هذه المنطقة منذ السادسة مساء عمس حتى صباح اليوم فلذلك هذه الهجمات الموسط لنتيجة حتى اللحظة في حال بيان اي شي جديد انا برجع بخبركم بمحاول اوبر اوري خاف كان حاليا الطيران الروسي عم بيضرب بقنابل فاب 500 موائل الوقات الاوكرانية المنتشرة من مالاتوك ماشكا حتى نوفو دانيليفكا حتى المنطقة هذه عم بيستهدف الخطوط الخلفية للقوات الاوكرانية اما بالخطوط الامامية كان في منوشات ورمايات مدفعية بين الطرفان المتبادلة انما لما وقفت القوات الاوكرانية بدأت بالقصف بمنظومات صواريخ خمارس باتجاه منطقة زابولوجيو وباتجاه منطقة دوناتس طبعا ما بيان اي شي حتى اللحظة محور بياتخاتك اي اتجاه بياتخاتك زيربينكي لوبوكوفي بعد القوات الاوكرانية عم بتحاول كان طوال الليل تستمر بهجماتها انما القوات الروسية كانت عم تتصدى وتمنع اه اتكال هون الروسي متل ما قلنا على التشكليات الموجودة الحجد الاوكراني جاهز برجع بذكركم لليما تابع فيديو امس الفايلة العاشر عامل مقار كيادي بالمنطقة هون الفايلة التاسعة عامل مقار كيادي بالمنطقة هون ليخوض المعارك بشكل يعني مركز قيادي وسيطرة وتحكم ليقدر يدير المعركة مباشرة من تقريبا فيما قول من الخطوط الامامية بالحرب مش يديرها من المناطق الخلفية مثلا بزابوروجي او من كييف او الى اخرهم بمنطط خيرسون بعدها الوات الروسية ايضا صباحا كانت عم بتشن هجمات قوية على منطط جسر انتونيفسكي عم تستهدف مواقع اللواء 94 واللواء 124 كان في ضرب كتير قوي فعلا المجموعات الاوكرانيين بجعب ذكركم بعد من تشرب المنطقة هون تحت الجسر عم بتحاول يكون في عمليات انزال من مناطق اخرى من هون منطقة باتجاه هايدي المواقع انما ما بين ايضا في محاولات روسية لردعة تركيز كله على جسر انتونيفسكي لحتى ما ما يكون في كيف دي الكن يعني حتى ما يكسب موطق قدم ويقدر منه يشنه هجوم قوي باتجاه اوليشكي هلا في شغلي اه شوهدت متل ما ذكرت بعد مصالح شوهدت يعني قوات اوكرانية كانت سبق ومدربة على موضوع الجسور العائمة والانتقال من الضف الى ضف اخرى ولكن يعني متل شايفين المساحة واسعة عندنا ممكن ان ينتقلوا القوات الاوكرانية عبرها بمنطقة اوليشكي بالمنطقة هون بالمنطقة اندوفاكا خوفكا ايضا كمان هدا عم نحكي كله بحرا زي ابنوا جسور عائمة وينتقلوا من ضفي الى ضفي ويهاجموا اما برا فممكن ينتقلوا من نيكوبول باتجاه كاميانكا صباحا كمان ايضا كان في قصف باتجاه نيكوبول جبهة واسعة جبهة كتير ضخمة لبعض طلب مني اسم سيحتها ولكن يعني متل ما شايفين بدي كتير كون دقيق يعني اذا بدي مشا ما غلط يعني على التضاريس ما بتساعد ان واحد يعمل خط صحبه وحده متل ما بيقوله يعني بده كتير شغل وكتير بده دقة فلذلك من يحب اعطي رقم خطأ وصراحة صعب كتير يعني بده بيرامج شوي بده زكاء اصطناعي يعني متل ما بيقوله على شوي فلذلك احبب ايضا كان كل شي حتى اللحظة اي شي جديد انا بوي فيكم فيه بنشره بفيديو فورا بتمنى تتابعوا متل ما انا بتبقوا دايما الفيديوهات اللي بنشرها كلها لانما رابطة ببعضها لحتى تكونوا على الطلاع باللي عم بيصير فورا اضافة بتمنى عليكم تعملوا لايك تحطوا تعليق اللي ما عنده اي سؤال يكتبه بالتعليقات يكتبه من اي بلد عم بيتابعني تفاعلكم هو كتير مهم لحتى اليوتيوب يشوف انه هيدا الفيديو على كتير تفاعل وينشره بطريقة مثلا اللي عم فتش على مثلا بخمط يطلع له قناتي عرفتوا كيف فلذلك بتمنى هالتفاعل وهالمشاركة الفيديويات مع اصدقائكم احبائكم لينضموا الينا ومشكورين دايما على ثقاتكم وحبتكم ودعمكم ايضا بتمنى ما تنسوا موضوع اه الاشتراك بقناة التليجرام القناة التليجرام موجود الرابط بالوصف تبع الفيديو اضافة لموضوع الدعم المادي للقناة اللي هو الشيء التاني الاساس من بعد دعمكم والتفاعلكم مع الفيديو لحتى تدال هذه القناة مستمرة ممكن تكتبوا لي بتعليقاتك كيف ممكن ندعم ماديا هذه القناة او هذا الجهد اه هذا كان كل شي حتى اللحظة تحياتي لكم ومشكورين دائما على محبتكم وثياتكم وتفاعلكم الى اللقاء بفيديو اخر وداعا